أرنت الأمم المتحدة بدأ عملية ناقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الناقلة الخزاني العائم صافر قبالت ساحل البحر الأحمر إلى الناقلة البديلة توتيكا وذلك لمنع تسريب النفط وحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبيرة وأقدت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها أنه يتم ضخ النفط الموجود على متن الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة والمتوقع أن تستغرق العملية 19 يوما تذلك بعد وصول السفينة البديلة إلى الموقع في 30 من مايو قال الأمين والعام للأمم المتحدة عن توكيو أن الأمم المتحدة تحملت المخاطر بإجراء هذه العملية البالغة الدقة وأننا ننقل النفط من سفينة إلى أخرى هو الخطوة الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائلة معربا عن شكره للعديد من البلدان والجهات المانحة المؤسسية والخيرية وكذلك المواطنين العاديين على تعهدهم بتقديم الأموال لهذا الجزء الحاسم من العملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر